الموقف الأمريكي لأن أهم شيء فيما حدث ويحدث هذه الأيام هو التغيرات لتمثل الموقف الأمريكي شوفوا بعضها التي تسربت من الاجتماع بأنه أو وصفته بأنه كان قاسياً وصعباً شهد توتراً محتدماً بين أركانه حيث بحث صفقة جديدة يتم التفاوض بشأنها مع الوسطاء وفق ما نقلته القناة الثانية عشرة في التنفذات الإسرائيلية وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الاجتماع شهد حالة من الغضب بين الوزراء بعدما غادره وزير الدفاع يوأف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليبي في منتصفه وأشارت الإذاعة إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً آخر الأسبوع القادم وأعقب هذا الاجتماع اجتماع للطاقم الوزاري المصغر الذي يضم وزراء يمثلون كافة أحزاب الائتلاب وكان نتانياه دعا إلى الاجتماع على خلفية العرض الذي قدمت حركة حماس لإبران صفقة لتبادل الأسر معنا إذن خصومات بيناتهم في نقاش الملف ملف الصفقة دفعت في النهاية إلى مغادرة اثنين من كبار المشرفين على الحرب وزير الدفاع وقائد الأركان دفعتهم إلى مغادرة الاجتماع والحقيقة أنه خصوماتهم كبيرة جداً الشيء الآخر الذي لم يذكر في هذا الخبر هو غضب الوزير غانتس وزميله وآينز كورت وغانتس وآينز كورت وغالانت إضافة إلى نتانياه وإلى وزير آخر هذا هو من اللي يشكلوا مجلس الحرب خصومات كبيرة جداً بيناتهم وخاصة نتانياه هو يحاول أن يلعب وأن يضرب اليمين المتطرف اللي هو بن قفير واسموتريتش يضرب بهم غانتس وغالانت وحتى بايدن خرج الكاريكاتير في هارتس في جريد هارتس الإسرائيلية قبل يومين معبر جداً بحيث يقوم في الصورة أنه بايدن يقدم طائرة لنتانياه ونتانياه يمسك الطائرة ولكن كلبه اللي كان على صورة بن خفير يتبول أعزكم الله على بايدن بمعنى أن الصحيفة قالت بعبارة بسيطة أن الولايات المتحدة اللي تقدمنا كل المساعدات من أجل أن نذهب في هذه الحرب يخرج لها نتانياه كلب له يهاجم وبالفعل كان يومها بن خفير قد هاجم بايدن عمواً أهم ما خرج في الموضوع بعد هذه القضية هو أن الولايات المتحدة قالت أن الرد المقاومة كانت فيه نقاط إيجابية جداً وبعض النقاط تحتاج إلى نقاش وهذه الخط أو خطين تحت كلمة إيجابية جداً مرات كانوا يقولوا إيجابية ومرات قالوا إيجابية جداً وهذه قالها كيربي وقالها بلينكين وقالتها متحدثة باسم وزارة الخارجية إلى آخره وخرج أكثر من ذلك خرج بايدن ليقول هذا الكلام هنا نقطة المكسيكي لعل البعض منكم تبح بايدن خرج وقال أن خرج قالش أمرين في خروج مفاجئ أمس مساء ما كانش عنده ما كانش مقرر أنه يخرج يتحدث خرج باش يقول إن إسرائيل تجاوزت كل الحدود يليت المساعدة يبعت لي المقطع هذا أن إسرائيل تجاوزت الحد في غزة هذا كلام لم يقوله من قبل أبداً لا هو ولا أي مسؤول أمريكي أخر نقطة ثانية اللي قالها قال وهنا اللي مرت معنا قال بأنه تكلم إلى الرئيس المكسيكي هو يقصد المصري يقصد السيسي وأنه هو الذي أقنعه بفتح معبر رفح لأن السيسي كان يرفض أن يفتح معبر رفح عندما بدأت الحرب والحقيقة هنا هذا تصريح خطير للغاية لماذا؟ لنحن نعرف هذه الأخبار أن السيسي منع وما زال يمنع منع دخول في البداية منع دخول الخمسين يوم يقول الأولى منع دخول أي شيء ثم أصبح دخول فيه لكن محدود وناقص هو ما يقول لك أن الإسرائيل هي اللي تفضع لنا ذلك ودخول الشاحنات إحنا عرفنا بالشاحنات الناس يدفع خمسة ألاف دولار باش تدخل شاحنة تدفع المنظمة أو الدولة اللي أرسلت الشاحنة لمن لمخابرات السيسي ثم تبين لنا أيضا معلومات تكشفت بشكل واسع على أن مخابرات السيسي تأخذ أموال من الذين يريدون أن يغادروا غزة فإذا كانوا مصريين ياخذوا بيئة منهم ما بين ألف إلى ثلاثة لف دولار وإذا كانوا فلسطينيين ياخذوا بيئة منهم من سبعة لف إلى عشرة لف دولار حتى ولو كنت تنزيف دما أنت أو ابنك أو زوجتك أو بنتك أو أباك ما بين سبعة لف إلى عشرة لف دولار تدفعها تخرج ما تدفعاش ما تخرج وهذا كله نهب سحد سرقة رشاوي وعندما اجتمعت المحكمة العدل الدولية كان صرح أحد المحامين للكاين صهيوني وقال أن معبر رفح اللي يتحكم فيه أساسا هو المصريين ونحن لم نكن نمنع المصريين من أن يدخل الأشياء إلى غزة يومها في مصر وزير خارجية ردوا عليه وقالوا لا وهذا الكلام ليس صحيح وإسرائيل هي التي تمنع إلى آخره لكن اليوم أو أمس خرج بايدن شخصيا والحقيقة أن هذا الرؤسات دول هذه الكبرى فيما يصرحون به في العالم قليل جدا أن يكذبوا لماذا؟ لأن الناس تحكمهم من تصريحاتهم ويقدروا حتى يرفع عليهم قضايا لإعلام يكتب إلى آخره قليل جدا لرؤسات دول هذه الكبرى هم كذبين في الأصل لكن يكذبوا في الغرف المغلقة يكذبوا في اللقاءات الخاصة يكذبوا في يصرحوا تصريحات ملتوية لكن أن يخرج مباشرة ويقول أنا اللي أقنعت الرئيس السيسي يفتح معبر رفح هذه لا شكة ولا كذبة فيها والحقيقة أن رد الرئاسة المصرية اللي مجاش على لسان السيسي المفروض يخرج الرئيس هنا رأى رئيس هو اللي يكذب عليك إلا رك تقول باللي يكذب وهذا الرئيس رأى هو تا دولة عظمى مش مش مثلك انت دولة أصبحت تافيها تماما وأخاضعة تماما وضعيفة تماما كالمفروض مثلا السيسي يخرج يرد لا قال لك بيان من رئاسة المصرية وكلام ضعيف في الرد وقالوا لا وإحنا وإحنا من اليوم الأول فاتحين معبر رفح يكذبون يكذبون وكانوا كثير من المتابعين للملف الفلسطيني سواء مصريين أو غير مصريين يقولوا أن أرى الفلسطينيين وفلسطينيين أنفسهم نلقى قلق شديد جدا من المخابرات المصرية ومن المشرفين على معبر رفح إذن هذه فضيحة أخرى تضاف لفضايح الأنظمة الإجرامية الحاكمة والحقيقة أن مصر تراكمت فيها الفضايح إلى حد غير مسبوك لكن وبايدن وهو يذكر في موضوع طبعا هو أخطأ قال مكسيك وبايدن لحد الآن فقط في هذه اليومين ارتكب ثلاث فلتات واحدة من الفلتات هو يتحدث يقول لك أنه تحدث مع قبل سنتين لما كان هناك لقاء لاجتماع للغربيين للرؤساء الدول الغربية تحدث مع الرئيس الفرنسي تخيلوا أي رئيس فرنسي تحدث معه قال تحدثت مع ميتيران مع فرانسوا ميتيران طبعا اللي سمعوا اللي يعرفوا شوية الموضوع ضجوا لأن فرانسوا ميتيران توفى قبل ثمانية وعشرين عام فرانسوا ميتيران توفى في الستة وتسعين المجرم فرانسوا ميتيران خاصة بالنسبة لنا نحن الجزائريين لماذا المجرم باش نذكر وبالبعض ما سمعوني شكولتها من قبل اللي تابعوني يعرفوها لأن فرنسوا ميتيران كان هو وزير داخلية عندما وزير داخلية الاستعمال الفرنسي فرنسا عندما اندلع الثورة الجزائرية في ال54 والإعدامات الأولى وأول شهيد أعدم كان زابانا رحمه الله وتقبله في الشهداء وطبعا جاد فيما بعد عداد معتبر من المجاهدين الذين أعدموا كان ميتيران هو اللي وقع على الاعدام وميتيران قال يومها صرح بعد أيام من اندلع الثورة بداية نوفمبر 1954 قال لالجيريس هذا فرنسا الجزائرية فرنسا ماذا تريده هذا عبارة عن أورلالوا وإرهابيين إلى آخره وستمر الأمر كذلك طول الفترة اللي كانت فيها الحكومة آنذاك إذن بايدن أخطأ ما بين ماكرون وهولون طبعا بالنسبة للأمريكيين هذا قلق لأن هذا راه رايح يترشح لرئاسة ورئاسة بقي لها ثمان شهور تسعة شهور الانتخابات في بداية نوفمبر ثلاثاء الأولى من نوفمبر وهو عمره الآن تقريبا 82 سنة ولكنه في كثير من الرات ترتكب أخطأ مرات يسلم مثلا يمد يده وإنه ما كاش واحد ما فيش ولا واحد موجود يخطأ في الأسماء يخطأ في التواريخ يخطأ في أشياء كثيرة جدا فهذه تخدم ترامب خدمة كبيرة جدا ترامب اللي كل ما يصدر من بايدن مثل هذا يخرج يستهزئ به لكي نعود للقضية إذن رد حماس وكنتنا علقت عليه قبل يومين وكثيرين من المتابعين أو المحللين أو المراقبين للأوضاع قالوا أنه كان فيه كثير من الذكاء والحكمة بحيث أنهم لم يرفضوا بش ما يعطوش فرصة لنيتنياهو بش يقول نستمر في الحرب لأن الآخر الطرف الآخر لا يريد سلما ولكنهم في نفس الوقت وضعوا شروط أساسية إذا قبلت أو قبل جزء منها يكون حق انتصار سياسي بكل ما تعني الكلمة وحتى إذا لم تقبل إسرائيليا فعندما يصرح الأمريكي وإذا صرح الأمريكي فتأكدوا أن الأوروبيين تتبعوا الأمريكي ويقول أنه فيها نقاط إيجابية جدا فهذا في الحقيقة يعمق الخلافات داخل التحالف الأمريكي الإسرائيلي المدعوم غربيا وهذا التحالف في الحقيقة رأي بداء فيه ضربات ديفيسير كما يقال مثلا قبل عشرة أيام الولايات المتحدة أصدرت عقوبات على مستوطنين أربعة قبل قليل قبل حول ساعة ونصف جاء في الإعلام الإسرائيلي من أن الولايات المتحدة تفكر في إصدار عقوبات على جنود إسرائيلي آه هذا المرة جنود معناها تمس وزارة الدفاع معناها تمس هيئة رسمية تمس الجيش اللي هو عندهم مقار مقدسة أيضا وين قال موش في غزة في الظفة الغربية لأنهم يعتبرون أن الجيش في الظفة الغربية قاعد يدير فيه مشاكل إذا كانوا تحاربوا في الحماس في غزة وارتكبتوا كل هذه الجرائم فلماذا تقومون بجرائم أيضا في الظفة الغربية اللي رح عباسوا الميليشيات انتاعوا ورهي تقريبا حكمتها أمنيا لحد الآن قوتي لحوالي 360 فلسطيني في الظفة الغربية جريحة أكثر من 3500 واعتقل أكثر من 5000 من الظفة الغربية ليس من غزة والأمريكيين يعرفوا أنه إذا انفجرت الظفة الغربية اللي رأى الحد الآن عباس وميليشيات وضعناها تحت أقدامهم فإنها ستكون كارثة على إسرائيل لأن الظفة الغربية العدد أكثر انتاع الفلسطينيين المستوطنين متواجدين داخل الظفة الغربية عددهم أكثر من 650 ألف بمعنى أنها ستحدث حرب مدمرة وبعدين فيه 70 الفلسطيني مسلح وهما الآن تحت حكم الميليشيات لكن قد ينقل بالوضع ويصبح هذا السلاح في أيدي الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم وهذا ما يزعج الولايات المتحدة والغرب فيما يحدث من جرائم في الظفة الغربية بالرغم من أنها لا تساوي إلا يعني نكنجل القتل لا تساوي يساوي تقريبا واحد في المئة من الذين قتلوا في غزة لكن الاعتبارات سياسية واستراتيجية يعتبرون انفجار الظفة الغربية كارثة على الكيان الإسرائيلي لرغم يعتقدهما أن نتنياهو لم يعد يهتم بالكيان الإسرائيلي بقدر ما يهتم بمستقبله لأن نتنياهو يعلم جيدا أن في اللحظة اللي يتوقف فيها الحرب تسقط فيها الحكومة يبدأ التحقيق معه في الفساد وأيضا في الأخطاء أخطاء التي أوصلتهم إلى 7 أكتوبر ثم أخطاء الحرب وإذا كانت الأخطاء هذه قد لا يسجن عليها إنما يوبخ ويدان فإن أخطاء الفساد أو جرائم الفساد أكيد سيسجن ولذلك هو هدفه أن يطيل هذه الحرب إلى أطول فترة ممكنة إذن في تغير في الأمريكي الآن في نقطتين رئيسيتين نقطة تتعلق بأنهم هم يرون في رد حماس كين نقاط إيجابية ممكن البناء عليها ونقطة ثانية وهي رفح الكاية الإسرائيل يهدد نتنياهو بأنه سيشتاح رفح ورفح فيها مليون وثلثمائة ألف شخص الآن أكثر من نصف فلسطينيين رفح هذه مدينة صغيرة كان عدد سكانها قبل الحرب ميتين ألف الآن ره مليون وثلثمائة بمعنى أنه تضاعف ست مرات أكثر من ست مرات ولماذا تضاعف هذا العدد على الفلسطينيين لأن الإجرام الإسرائيوني ضغط على الفلسطينيين أن ينزلوا من شمال غزة ومن وسط غزة إلى جنوب ورفح تقع في الجنوب على بعد ثلاث كيلومترات والله من الحدود مع مصر وهي وهي الآن أقل من سبعين كيلومتر موجود فيها أكثر من مليون وثلثمائة ألف ساكن أو مش ساكن حتى مشرد لأن الأغلبية بدون سكنات يبيتون في العراء نساء أطفال شيوخ شيء معلم جدا جدا مع ذلك الهمجية الصهيونية تريد أن تهاجم رفح خرجت أصوات غربية بما في مبوريل منسق سياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي يقول أن هذا سيكون كارثة خرج الأمين العام الأمم المتحدة يقول بأن هذا سيكون كارثة خرج الوزير النرويجي للخارجية قال أنه يرفض ذلك وأن هذا سيكون كارثة والأمريكين ألمحوا أيضا بايدن قال بأنه لن يدعم أمريكا قالت أنها لن تدعم عملية في رفح لأول مرة الولايات المتحدة تقول أنها لن تدعم عملية لإسرائيل داخل غزة منذ أن بدأت هذه الحرب الهمجية هذه نقطة خلاف ثانية ما بين الأمريكيين والإسرائيل